باعتبار أن الحالة الآن في غزة وسيطرة حركة حماس عليها المصنفة إرهابيا في العديد من دول أوروبا من بينها النمسا كيف ستعامل دولة فلسطين مع قرارات الجنائية الدولية الصادرة بحق السنوار ورفاقه خاصة أن السيد الرئيس محمود عباس لم يجرم حماس كحركة بأي شكل من الأشكال بالأحداث الأخيرة وقال أن هي جزء من الشعب الفلسطيني ونحن راقبنا هذه التصريحات بعناية فائقة بصراحة ولكن في حال تمت ملاحقة هؤلاء الأشخاص السنوار ورفاقه السيد اسماعيل هنية ومحمد أبضيف ولربما كان في تسوية ما في مرحلة ما ويجب أن يشاركوا في حكومة ما كيف سيكون موقف السلطة الفلسطينية أولا يعني هناك مقططين النقطة الأولى نحن نحترم وأكد أننا نحترم مقررات المحكمة حتى الآن لم تصدر قرارات المحكمة هو تم التقدم بطلب باعتبارنا يعني دولة طرف في هذه المحكمة ووقعنا على ميثاقة القضية الثانية يعني احنا أمام يعني قضيتين القضية الأولى هي وقف هذه الحرب والقضية الثانية هي كيف سنخوض بتسوية تقود إلى دولة فلسطينية إلى ذلك الحين إلى أن يعني يكون هناك في دولة فلسطينية تبسط سيادتها مش دولة احنا بحكم كما ذكرت بداية بحكم القانون الدولي نحن دولة قائمة لكن حتى يعني تبسط سيادتها على أراضيها هناك يصبح هذا سؤال مشروع كيف ستتصرف هذه الدولة حيال مقررات صادرة عن محكمة الجناية الدولية أعتقد أنه الآن من المبكر يعني هو سؤال نظري جدا من المبكر أن نتكهن عمليا ماذا سيحدث